مصطلح انفلوانسر أو الشخص المؤثر بقى مرتبط بشكل أساسي بالسوشال ميديا طبعا وبقى دايما المصطلح ده بيتم إطلاقه على أي بلوجر أو تيكتاكر أو شخص لنشاطه ملايين المتابعين على السوشال ميديا لدرجة أننا بقينا نشوف ناس تقريبا ما عندهش محتوى أو بتقدم محتوى وممكن نوصفه بأنه لا أخلاقي بتعرف نفسها على أن هما انفلوانسر المشكلة مش في كده بس ولكن في أنه الناس دول بقوا مشهورين فعلا وبيطلعوا وبيتكلموا مع الشباب وبنشوف كتير من الشباب ماشيين وراهم وبيسمعوا لهم وهنا يجي السؤال المهم السؤال المفروض كلنا نسأله لنفسنا هو لقب بلوجر أو شخص مؤثر المفروض أن احنا نقوله على مين وإيه هي المعايير المفروض تتوفر فيه عشان يكون بالفعل شخص مؤثر كل الأسئلة دي وأكتر هنعرف إجابتها من الدكتور سامح ناصر